مع انتهاء المدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وجه الرئيس العراقي برهم صالح كتاباً إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يطالبه بإعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عدداً المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس هذه الخطوة تأتي بناءً على المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي التي تنص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بمهمة تشكيل الحكومة خلال 15 يوماً وهذا الطلب الرئاسي مترتب على سوابق تدعمها وثائق حصلت عليها قناة التغيير وتظهر أن خلاف الكتلة الأكبر برز بعد إعلانات نتائج الانتخابات البرلمانية في 2018 وانشغل الجميع في صراع اختيار رئيس الوزراء في وقتها ولم تقدم أي كتلة طلباً رسمياً باعتبارها الكتلة الأكبر وكانت الكتل البرلمانية أعدت قوائم لم تقدم في حينها لأن رؤساء الكتل اعتمدوا على أرقام مفوضية الانتخابات التي صدرت بخصوص عدد مقاعد كل كتلة ولكن كثيراً من النواب انسحبوا من كتلهم بعد إعلان النتائج لذلك كان هناك رأي من قبل الإصلاح والبناء باعتبار العراق هو الكتلة الأكبر الكتل أهملت قوائمها لتتوافق على رئيس الوزراء المستقيل حالياً عادل عبد المهدي دون الحاجة إلى تسمية الكتلة الأكبر ولهذا لم تقدم أي كتلة طلباً رسمياً بهذا الخصوص المقربون من مصادر القرار العراقي يتوقعون أن يأخذ هذا الأمر وقتاً من الزمن بعد أن قام تحالف سيرون بالتنازل عن حقه بترشيح رئيس للحكومة إلى المتظاهرين وفيما إذا كان هذا التنازل قد أفقده حق الترشيح لينتقل إلى تحالف الفتح ثاني أكبر كتلة في البرلمان والتي تعارض أي دور للمتظاهرين في تسمية رئيس الوزراء وتحديد مهامه العاجلة